بلغوا عني ولو آية كما وصى رسول الله كذاك وصى رسول الله مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل ذلك أمام مولاة لعبد الله بن جدعان حيث كانت في مسكن لها تسمع ذلك ثم انصرف أبو جهل عنه فعمد إلى ناد من قريش عند الكعبة فجلس معهم فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن أقبل متوشحا قوسه عائدا من قنص له وسمع ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما الذي حصل بعد ذلك ولماذا لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد على أبي جهل هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة الجديدة مشاهدين الأعزاء من برنامج بلغوا عني نرحب وضيفنا الدكتور عثمان قدري مكانسي مرحبا بكم دكتور أهلا بكم سلامكم الله سيدي كريم دكتور حلقة جديدة وملمح تربوي نبوي جديد بارك الله في البداية ما الذي حصل حينما عاد حمزة رضي الله عنه ولم يكن قد أسلم بعده بمجرد أن وصل إلى بيته هذه المرأة الأمة نادته يا أبا عمارة لو رأيت ما فعل أبو الحكم بابن أخيك طبعا المقصود بأبو الحكم أبو جهل نعم ماذا فعل؟ قال سببنا أخيك وشتمه ونال منه ومضى ولم يرد ابن أخيك عليه وعاد إلى بيته هناك غضب حمزة وتوشح قوسة وانطلق إلى نادي بني مخزوم لأن أبا جهل سيد بني مخزوم نعم فرأه في ناديه هذا رغم أن حمزة لم يسلم بعد لم يسلم بعد فلما وصل إليه شجه بالقوس وقال له أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول فرد علي أن استطعت الله قام بعض رجال بني مخزوم يريدون أن يثأروا لسيدهم فقال لهم أبو جهل دعوا أبا عمارة دعوه فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحة الحقيقة الحقيقة لما سألتني لماذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أقول لم يكن من ضعف فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قويا حتى إن مصارعا في مكة اسمه ركانة يغلب الناس ويصرعهم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام قال أصارعك فإن صرعتني أسلمت وإن صرعتك تركت دينك ما هذا التحدي قال لا بأس فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم تعج بركانا ما من أحد نصرعه قال مرة ثانية فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فولى هاربا لكنه بعد سنوات أسلم الحقيقة أنني أتساءل كما تساءلت لماذا لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه قوي ويملك من البلاغة والحكمة الشيء الكثير صلى الله عليه وسلم أقول وبالله المستعان أولا إذا نطق السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوت جميل كثيرا ما يأتي الحل بالإهمال فإذا أهملت الإنسان ولا وهو أكثر زعاجا لأنه لم ينلمك هذه واحدة اثنين تقول الآية الكريمة وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه هذه من شيمة الإنسان الداعية لأن الداعية يدعوك إلى الخير فإذا سبه إنسان وشتمه فرد عليه نزلت قيمة الداعية فإذا أراد أن يدعو قيل له رب نفسك أولا ابدأ بنفسك كثيرا نزل بنفسه إلى نفس المستوى كما يقال نزل إلى نفس المستوى أذكر في هذا ما يجب أن يفعله الداعية من التغاضي عن أمور كثيرة ويجب أن يحافظ على ما كانته الدعوية سيدنا يوسف عليه السلام لما قال الملك ايتوني به أبى أن يخرج من السجن إلا بريئا لماذا؟ لأنه الخرج وقد عفى عنه الملك وأراد أن يدعو الناس إلى الإيمان والتوحيد قيل له يا رجل أنت زاني أتدعو الناس إلى الخير أما حينما أبى أن يخرج إلا بريئا وعزيزا وعزيزا فإنه عند ذلك يستطيع بكل أريحية وبساطة أن يجعو وينظر الناس إليه بحب واحترام لذلك في المرة الثانية ماذا قال الملك؟ ايتوني به أستخلصه لنفسي صحيح فإذا النبي عليه الصلاة والسلام داعية ودعية يترفع عن هذه الأمور نشأ ما هو الملمح الآخر دكتور؟ لماذا لم يرد؟ لم يرد عليه لم نشبع صحيح بارك الله فيك السفيه إذا رددت عليه ازداد سفها وهذا ما يحبه السفيه ما يأبه سببته أو شتمته فإنه يريد أن يؤذيك فحينما تعف عنه لا يصل إلى غايته وبالتالي تنكسر نفسه ويبتحد صحيح أيضا يا أخي الفاضل عدم الرد أكبر جواب كيف ذلك؟ فلان قال وقال 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 وأنت تنظر إليه وتبتسم ثم تركته ومشيت ماذا يقول الآخرون؟ صغير لو لم يكن صغيرا لم يفعل هذا تركه واستصغره وشأنه لكن هذا يحتاج أخلاقا وصبرا عاليا صحيح حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام بذكائه ما رد عليه لماذا؟ لأن أبا جهل له مجموعة من الناس إذا رددت عليه هيجتهم سفهاء سفهاء فحينما لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حيدهم جميل وبالتالي ما وصل أبو جهل ومن معه إلى ما يريدونه وهذا ملمح آخر دكتور يعني أن تحيد خصومك للأسف نحن في الكثير من الأحيان بدل أن نحيد ويعني يكون حقا معنا بصير علينا صحيح 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 أيضا يا سيد الكريم سيدنا حمزة ماذا قالت له الأمى؟ قالت له سبه وشتمه ولم يرد عليه ابن أخيك وذهب إلى بيته غضب حمية لابن أخيه ولو أنها قالت سبه فرد عليه لقال أخذ ابن أخيه حقه ووصل إلى هدفه ورد على أبي جهل على أبي الحكم وأبو الحكم صاحبي فأنا لولد أخسره لاحظ الحمية جعلته يفعل هذا بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما لم يرد على أبي جهل المرأة أو الأمة يعني حبته تألمت له صلى الله عليه وسلم نفسها انحازت للإنسان المظلوم وبالتالي يكسب الإنسان ثقة كثير من الناس حينما ينأى بنفسه عن مثل هذه الترات وهذا يدفعنا للسؤال دكتور لماذا تصرف حمزة بهذا التصرف حمزة رضي الله عنه عم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ليس على دينه وأخ أبيه يعني عمه من شقيق يعني هو وأبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام أخوان شقيقان من أب وأم ثم إن حمزة أسن من النبي عليه الصلاة والسلام كما تذكر السيرة بسنة ونيف فهو أخوه في الرضاعة ثم هو من بني هاشم وأنت تعلم أن القبائل يعني كيف تصرف القبائل فهذا الذي جعله ينزعج ويغضب وينطلق كالسهم إلى نادي بني مخزوم أيضا يخطر بالي يا سيد الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الرجال ويعرف معادن الرجال جميل يقرأ الواقع يقرأ الواقع أبو جهل زعيم مكة وليس زعيم بني مخزوم يعني هو صحيح هو زعيم بني مخزوم ولكن مكانته كبرت وعظمت حتى صار ملك مكة دون تاج جميل فهو الملك غير المتوج لمكة وما يحصل الإنسان على مثل هذه الأمور إلا بشخصية قوية كرزمة قوية وذكاء وفهم صحيح وعلى هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغاضى لعل أبا جهل في يوم من الأيام يسلم قرأ المعطيات التي أمامهم ومن ثم تصرف بناء عليهم فإذا أسلم أبو جهل أسلم معه خلق كثير ولعلك تذكروا أن سعد ابن معاذ مسؤول أمير الأوس في المدينة لما أسلم قال لا أكلم أحدا لم يسلم أو بمعنى هذا الكلام ما مر يوم إلا والأوس أو أكثر الأوس قد أسلمه فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يحب ذلك هناك شخص آخر اسمه عمر بن الخطاب سنتحدث عن سيدنا عمر دكتور بعد الفاصل إن شاء الله إن شاء الله أهلا بكم مشاهدين في القسم الثاني من هذه الحلقة برنامجكم بلغوا عني نرحبهم جديد لضيفنا الدكتور عثمان قدري مكانسي أهلا بدكم دكتور سلمكم الله دكتور كنا نتحدث عن أهمية استقطاب الزعيم فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يستقطب بعض القادة حتى أبو جهل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يسلم وعامله بلطف إلى قدر معين نعم كنت تتحدث عن سيدنا عمر الخطاب يعني أنت تعلم أن سيدنا عمر الخطاب هو ابن أخت أبي جال وكان شديداً على الإسلام والمسلمين كشدة قاله لكن نبي عليه الصلاة والسلام يعرف الرجال ويزين الرجال فدعا اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين ماذا يقصد بأحد العمرين أو بالعمرين يقصد عمر بن هشام وعمر بن الخطاب يقصد الدخالة وابن الأخت نعم لأن من كان شديداً في الجاهلية على الإسلام سيكون شديداً نصرة للإسلام إذا أسلم جميل فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف الرجال وكان يود أن يسلم أبو جال وأن يسلم عمر كذلك لكن الله سبحانه وتعالى أراد العزة والخير للفاروق عمر رضي الله عنه رضي الله عنه ولم يرد ذلك لفرعون هذه الأمة إذن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وفطنته جعلته يستنهض النخوة عند العرب نعم والحمية وهذا ما أثر في سيدنا حمزة يعني قلت قبل قليل إن حمزة لو أخبرته الأمة أن أبا جهل سبى ابن أخيه وأن ابن أخيه رد عليه لقال رجلان متساويان أخطأ أحدهما فرد الثاني عليه أخذ ابن أخي حقه ولذلك صلى الله لا أريد أن أخسر صداقة أبي الحكم وهنا يعني في هذه الصورة يحضرني كثير من أفعالنا نحن وللأسف في واقعنا نرجح الانتصار للنفس على الانتصار للقضية بارك الله فيك فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم لقضيته ولم ينتصر لنفسه كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد على أحد أو بالأحرى لا يغضب لنفسه وإنما يغضب لدينه وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فإن على الإنسان أن يكون حكيما وحليما والحكمة والحلم ترى أحيانا يكونين في شخصية الإنسان وأحيانا يكتسبهما الإنسان اكتسابه صحيح فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الحلم ومن أهل الفهم وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام مثالا لهذه الأمر جميل دكتور بالعودة إلى القصة التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم يخطر ببالي سؤال يعني لماذا لم يسمح أبو جهد رغم أنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينال منه لماذا لم يسمح لبني المخزوم بالاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم تقصد بالاعتداء على حمزة عفوا بالاعتداء على حمزة نعم يا سيد الكريم أنا قلت إن أبا جهل كان زعيما والزعيم لبيب ذكي هو عدو لنا هو عدو لله لكن يجب أن نعطي الإنسان حقه لو لم يكن ذكيا وذا شخصية لما كان زعيم لمكة ومن حسن زعامته أنه لما شجه حمزة وقام أتبعه يريد أن يثأر له قال دعو أبا عمارة دعو أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا أراد أن يبرر ما فعله حمزة لكن هناك وراء الكواليس أمور كثيرة منها نحن قلنا إنه ملك مكة غير المتوج صحيح إذن هو الزعيم فإذا قام الناس فضربوا حمزة لن تنتهي القضية لن تنتهي سيقوم بني هاشم بن عبد مناف لقتال هؤلاء سيطلبون الفزع سينقسم قبائل قريش صحيح قسمين قسم مع أبي جهل وقسم مع بني هاشم وحمزة ماذا خسر في هذه الحالة أبو جهل خسر زعامة مكة فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذكى منه ابتداء فقال لا أسكت وتنتهي القضية وأبقى زعيما هذا من ناحية من ناحية ثانية لماذا كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مسلم كما يفعل الآن أعداؤنا يسبوننا يشتموننا يكذبون علينا يتهموننا بما ليس فينا يحملوننا ما هو منهم وفي صفاتهم القبيث القميئة هكذا أفعل أعداؤنا فإذن أبو جهل ما سب النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأنه مسلم لكن حينما تأتي قبائل كثيرة تحاربه مع بني هاشم كثير منهم قد يسلم فهو مع واحد أو اثنين أو ثلاثة وإذا بهم يكثرون قد تكون الفعلات هذه داعية لأن يسلم كثير من الناس قال أقطعوها وأنهيها بالعامية أخذ بصفاحي وأسكت حتى لا يسلم كثير من الناس كما أنه لأنه زعيم يحب أن يكون الناس معه من الزعماء وحمزة صحيح لا يرذي أن يخسره إذن لاحظ معي لما قال دعو أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخي سبا قبيحا ما أراد ذلك لأنه حينما سب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد ذلك صحيح لكن نظر إلى ما هو أبعد فرأى أنه سيخسر كثيرا من زعمته وسيرى أن كثيرا من الناس سوف يسلمون وبالتالي يخسر زعمته ويكثر أعداؤه يعني نحن نقول بالعامية ضرب عصفورين بحجر واحد لكن النبي صلى الله عليه وسلم بإحجامه على الرد ضرب سربا كاملا سيدي هذا نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صلى على سيدنا محمد أحببت من هذا أخي الكريم أننا إذا قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه ألا نقرأها قراءة مر الخاطر يجب أن نغوص في عماق هذه السيرة ينبغي أن نقرأها كلمة كلمة وجملة وجملة وأن نقرأ ما وراء السطور صحيح فأنا نحن بحاجة إلى أن نفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دكتور وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ونحن وعلى هذا سدد الله عز وجل صلى الله عليه وسلم ونبهه وعلمه ماذا قال أدبني ربي فأحسن تأذيبي هذا ما أحببت أنا الحقيقة في هذه العجالة في قصة سيدنا حمزة وإسلامي سيدنا حمزة يعني أن نتعلم كيف نفهم الأمور ما نفهم الأمور السطحية وإنما كل ما غصت في الماء وجلت الدؤلؤ والجواثر يعني في هذه القصة حقيقة الكثير من العبر يعني من أعظم العبر التي تحدثت عنها قبل قليل وأراها يعني للأسف متجذرة في واقعنا بشكل سلبي أقصد يعني موضوع استعداء الآخرين للأسف للأسف يعني نحن أمامنا عدو فنجعل من هذا العدو عشر يا سيد هذا ما حصل في ثورتنا يعني أقولها وهي حقيقة يعني يضرب بعضنا بعضا تضرب الفصائل بعضها ويقتل من هذه الفصائل أضعاف ما يقتله أداؤنا منها مع الأسف من المفروض أن نستقطب الناس يعني هذه القصة من أعظم القصص كيف حيد النبي صلى الله عليه وسلم خصونا وكيف أراد الله عز وجل بسيدنا حمزة الخير أحيانا تأتي انحرافة صغيرة إلى الحق فيتشبث بها الناس فأذى بهم سادة هذا الموقف الله يعني سيدنا عمر بن القطاب ذهب ليعاقب أخته وزوجها لأنهما أسلما فقرأ عليه أو تركاه يقرأ شيئا من سورة الكهف فإذا به يتجه مباشرة إلى دار الأرقم ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام ويعلن أنه واحد من أتباع المسلمين وهذا سيدنا حمزة ولذلك من الجميل جدا أن نقول إن الإسلام حمزة وإسلام عمر كانا خريبين لعل الفرق بينهما يومان أو ثلاثة أيام فعز الله الإسلام بإسلام عمر وبإسلام حمزة وخرج الجميع كانوا أربعين رجلا لأول مرة يخرجون بقيادة هذين البطالين في مقدمة هؤلاء العشرين سيدنا حمزة في مقدمة هؤلاء العشرين سيدنا عمر يطوفون حول الكعبة بعزة دكتور بدقيقة في هذا السياق كتلخيص للحلقة ما هي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه صلى الله عليه وسلم رغم أن الرسالة لا تختصر بدقيقة لكن للأسف نحن محكمون لكن سيد النبي عليه الصلاة والسلام مرب ومعلم وهو رسول يجب علينا أن نقتذي بهذا الرسول في الفهم في العلم في العمل يجب أن نقرأ سيرته قراءة واعية وأن نعمل بها إذا فعلنا ذلك عدنا إلى ديننا وعاد ديننا إلينا ولذلك فالنجوا اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم آمين إزاكم الله خيرا دكتور سلمكم الله وإحسن إليكم نتابع إن شاء الله في حلقات قادمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع رسائل تربوية أخرى بإذن الله إن شاء الله تعالى عزيزي المشاهدين للأسف لها من الوقت نشكر لكم حضوركم على نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية كما وصى رسول الله كذاك وصى رسول الله كذاك وصى رسول الله بلغوا عني ولو آية ورحمة الله بلغوا عني ولو آية ورحمة الله